نسبة كلامنا لقلنا من شوية على عمر مرموش معنا عبر سكايب الآن كابتن إسلام شاهين مدر فريق الشباب نادي فولفسبورج الألماني نسأله عن مستوى عمر مرموش سواء في كأس الأمم الأفريقية أو مستوى مع فريقه الحالي يا فندم صباح الخير مشرف ومنور صباح المرموش كنا منتكلم من شوية مع عوتوفيستر عن عمر مرموش وقال إنه زي عمر مرموش ما قدرش يقدم أداء كبير مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بسبب إنه كان بينزل كتير في وسط الملعب ما بيلعبش كجناح بشكل سابت رأيك إيه في الكلام ده ورأيك إيه في مستوى عمر مرموش في كأس الأمم أول حاجة سلام عليكم زيكم أنت وفي مصر كلكم تمام أنا رأيي طبعا في عمر مرموش كبير جدا وهو ماشي كويس قوي طبعا في بطولة كأس أفريقيا كان يعني بيجي من خطه الوسط وهو مفروض يجي على الجناب وعشان كده كانشو ياخد يعني راحته ومش كانشو ياخد وضعه زي ما إحنا عارفين عمر مرموش هو النهاردة كان فيه في البونس ليجا ماتش ضد بايا ليفاكوزن المدرب ما نزلوش هو تقريبا من الصفر ومن الكأس أفريقيا لسه محتاج شوية وقت تتوقع استمراره الفترة اللي جاية فيه الدوري الألماني وتتوقع عليه خطوات أخرى برا الدوري الألماني لا لا هو ياخد وضعه في الدوري الألماني وهو يفضل في الدوري الألماني شتوتكت مبسوط جدا من عمر مرموش والمشكلة شتوتكت عندها مشكلة في الهجوم ومختنين عمر مرموش يساعدهم هم يعني خطر جدا ممكن يتزالوا في ألمانيا وبس إن شاء الله بمساعدة عمر مرموش هياخده وضعه في شتوتكت ويمشي ويخلي شتوتكت تفضل في البونس ليجا كابتن إسلام شاهين مداري فريق الشباب بنادي فلفزبورج الألماني أنا بشكره شكرا جزيلا على هذه المداخلة